بسم الله النهاردة ان شاء الله نتكلم على الكوندوت فهاجب سيستمس الاكتريكال ابدأ ارسم الكوندوت بس قبل ما ارسم لازم اضبط البربارس بتاحته فهاجي هنا السهم الصغير دوت ودوس عليه فهاجيب لي الاكتريكال سيتنج او ممكن اكتب اس او ممكن ايجي من منش الاقي هنا في الخصائص الاكتريكال سيتنج تمام المهم ان انت في الاخر هتبصل له باي طريقة من ثلاث طريق دول فهاجي هنا في الكوندوت سيتنج هلاقي اول حاجة بالنسبة لي use annotate scale for single line fitting كوندوت فيتنج annotate size عايز تفحها بعد ايه كوندوت سايز بريفكس عايز تحط ايه قبل السايز تمام ممكن تكتب اي كلمة كوندوت سايز سوفكس يعني بعد ايه هتكتب ايه كوندوت كوندوت سايز سبريتور اللي هيبقى بين الكوندوت كوندوت كوندوتور الرئيس دروب هايبقى السايز بتاعه قدي ايه طب في single line هيبقى شكله ايه ممكن تيجي هنا تغير الشكل تمام حسب ما انت شايف او حسب ما الشركة متعودة اي شكل باشكل ديت الدروب سيمبل بتاعه هيبقى شكله ازاي السايز دي السايز اللي موجودة هنا فانت ممكن تضيف سايز جديد حسب الكاتالوج حسب الستندرد تبدأ تشوف الستندرد اللي انت عايزه وتقدر تحزف اي سايز او تعدل فيه تمام بعد ما تد اه تعمل خصاص بتاعته كلها هتيجي هنا وتروح لسيستم وهتقول له كوندوت فهيجيب لك الشاشة ديت تمام هتقول له اه يعني المحازاة المحازاة مصد بها ايه دلوقات انا لما هاجه هرسم هرسم كوندوت من ليفت ولا من رايت ولا من السنتر تمام يعني تعال نعمل هو هنا معقول له سنتر فانا ما بترسم شايف الخط اللي في النص دوت ده الخط اللي انت بترسم فيه بيرسم كوندوت حواليه من اليمين ومن الشمال تمام لما هاجه اقول له الجوستفكيشن بقول له لا انا عايزها من ليفت تمام هتيجي ترسم بعد كده بص بدأ يرسم من الليفت باش من النص يعني نقطة اللي انت هترسم منها الخط دوت هيعتبر شمال اي حاجه هترسمها طيب هقول لي الجوستفكيشن طيب هوروزنتال اوفسيت هيبقى المسافة قد ايه اه 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 بيرتكال جوستفكيشن هتقول له مسلا ميدل او بوتوم يعني كون ترسم مثلا على ارتفاع ثلاثة ستمية مثلا او الف او اي حاجة هو بيرسم العادة بتاعه بيرسم من المدل بيرسم من النص لأ ممكن بيرسم من الطب والكوندت يبقى تحت او بيرسم من البطم والكوندت يبقى فوق تمام هورزونتال افسيت هقول له مثلا متر واني جي نرسم بص انا برسم الخطة هنا برسم في جزر تحت هو بيرسم على مسافة متر تمام دي الفكرة من الهورزونتال افسيت تمام طيب اوتوماتيك كوننكتور حيث ان هو اول ما يقرب من حاجة تانية يروح موصل على طول تمام هنا مسلا موصلش طيب لما اشغلها اوتوماتيك هيحط الكنكت تمام طيب احط الكنكت ده بنان عن ايه طيب خلاني نمسك اي كوننكت اي كوندت واجهن في البروبارتس وهلو ادت طيب هلاقي ان انا الكندت عند نعم الفاميلي في واحدة بالفيتنج واحدة من غير فيتنج تمام فالفيتنج هي تقريبا معقوسة في الملف طيب خليها نختار الاسم دوت تمام ممكن نعمل لها ري نيم ونغير طيب بلاقي ان هو في جزة طيب تمام كل طيب من دول تقدر تزبط البند بتاحته هياخد اني فيتنج تلقائيا لو انت مخترتش يختار ايه فالتي يختار اني واحدة من دول تمام فتقدر تشوف اني انسب ليك وتقدر تعمل طيب جديد وتعدل فيه زي ما انت عايز حسب المشروع اللي انت شغل فيه ممكن كل مرة محتاج فيتنج معينة تقدر تختار له الفيتنج اللي انت عايزه طيب خلينا نكمل مع الكوندت بعد كده انهرت الفيشن يعني ايه يعني انا دوقتي مش عارف هو على الان ارتفاع تمام فبجل مع ده ازبط هقول له انهرت الفيشن هو ياخد الارتفاع على طول تمام يعني بيدخل على الحاجة اللي انا عملت لها سيلكت يعرض في الارتفاع كام ويبدأ يرسم منها انهرت صايز انا مش عارف انا هرسم الكوندت ده على الان صايز تمام انا كده هرسم مسلا من حاجة كبيرة شوية فانا اقول له انهرت صايز وخليه اخد صايز من الحاجة اللي انا عمله سيلكت تمام الحاجات ده بتسهل على الشغل بدل ما اعمل سيلكت وعرف يا كام وراح اكتبها لأ هو اطماتيك بيلوت تاج امبلسمنت يعني اي حاجة هرسمها هو تلقائي انا هحط اللي التاج بتاعها بالشكل ده بيولي ما فيش تاج متحمل لكوندت فهوله هات انا هبدأ نختار انا كبيرة لي اجيبت استندرد كل ما هرسم هو اطماتيك هيبدأ يكتب لي التاج تمام بدل ما بعد ما خلص الكوندت اقول لحط تاج ممكن اخليه حط التاج تلقائي بعد كده هجينا ده بيقول لي ادام طر بتاعك قدي ايه الاوفست ارتفاعك قدي ايه بعد كده هلاقي الحاجات ديت دي خاصة لونا نفعل التاج فده التاج عايز عايز حط اني تاج تبدأ تختار التاج اللي هشغل مع كوندت تمام الليدر لو انت عايز ترسم مثلا بليدر معين فهتجي ترسم هيبدأ يحط لك الليدر ديت خلنا نشوف ازاي نعمل هجينا من فيو اقول له السكادول السكادول اقول له انا عايز كوندت تمام هقول له اوكي ابدأ شوف ايه الحاجات اللي انا محتاجها في كوندت وابدأ دي الحاجات المتاحة ودي الحاجات اللي هيتعام بها جادول دلوقتي فهقول له مثلا انا عايز طايب والصايز والستاندرد والموديل والوكي فيبيد اعمل لي السكادول اللي هوت في اي وقت عايز شوف فين دوت اقول له هايلايت المودل زي ما احنا عارفين ان الكوندت ممكن يكون سنجل وممكن يكون فيه كذا كوندت جنب بعض فانا هلاقي من سيستنس حاجة خواسة جدا اسمها بارلل كوندت دي عبارة عن ايه بيقول لي انت كوندت اللي ماشي دوت انت عايزه يبقى فيه كم واحدة يمين وكم واحدة شمال فممكن اقول له مثلا هورزنتل انا عايز مثلا ثلاثة الفيرتكل بتاعه مثلا انا عايز اربعة المسافة من كل واحدة واحدة دي ايه فهقول مثلا ده تلتمية وده متين كمم وهاجي هنا ونروح ده يستاب على الصين هو ياخذ الكوندت نقول الاخره طيب حاجة بالشكل دوت هعمل سيلكت عليه كده وهاجي هنا من مودفاي هلاقي في فيو حاجة اسمه سيلكتشن بوكس فاشوها في سري دي بالشكل الجميل دوت